تلقى اسمو الشيخ منصور بن زايدر انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي رشيد ميرديوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركومنستان الصديقة قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايدر انهيان رحمه الله ونقل معاليه خلال الاتصال تعازي فخامة سردار برد محمد وفر رئيس تركومنستان ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدر انهيان رئيس الدولة حفظه الله وعمم الانهيان الكرام في فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايدر انهيان داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان